الآن بعد مرور سنة وما الذي ما لم يتحقق بعد؟ وأقول الحراك المبارك عن جدارة وعن دراية بما كان سيحدث للدولة الجزائرية كادت أن تذهب ريحها وأن تنهار مؤسستها وأن تدخل في رزنة من يريد أن يجعل من الجزائر سوريا ثانية وليبيا ثانية وعراق ثانية إلى خيره لأغراض ربما دانية الشعب هو اللي انقذ بلاده الحراك أنقذ نهيار الدولة الجزائرية وأقولها وأنا متأقن ورأي الأمور هذه واضحة بالنسبة لنا كانت فيه انزلاقات لحكم فردي وتمديد مأساة سياسية عاشتها في جزائر الحراك هو اللي وقف الحراك هو اللي كان أساس حمايته من الجيش الوطني الشعب الحراك رجع النخوة الجزائرية أنا أتذكر كجزائري أنا ذاك لن أكون في السلطة كنت خارج السلطة يعني في بعض الأحيان تغمرك حتى الدموع لما تشوف الجزائر وما أدراك من الجزائر تصبح صورة مشوة في الفيديوهات في مختلف الدول العربية والدول الأوروبية وغيرها يعني نجيبوا صورة هكا ونعبدها يعني وندير الحراك وقف هذا المعساة وقف الأهدى الخامسة المزيفة وقف بامتداد الأهدى الرابعة رجع الجزائر إلى ما صارها الديمقراطي الشعبي وكل المواعد مع التاريخ المعاصر الشعب هو كل أساس حتى في مدهرات ستين واحد وستين هي اللي أدات بجزء كبير إلى تقرير المصير الشعب الجزائري رغم هذه بدون ما نقلص من تضحية الجسام ليشو هذا أنا الأبرار والمجاهدين الأخيار اللي حاربوا ولكن كانوا بسند من شعب الشعب دائما كان متلاحم متلاحم مع القيادة المتاع الشعبية دائما كانت نهيار كان نهيار مبرمج للدولة الجزائرية ووقفوا الشعب ووقفوا الحرك وعطوا صورة رجع نخوى الجزائريين أنه شعب مسالم شعب متقف شعب مسيس ليس شعب متهور ولا شعب إرهابي مثل ما كانوا يروجوا له حتى بعد الأشياء وعطى درس في دستورية الجيش الشعبي الوطني ووطنية الجيش الوطني الشعبي سليل وأظهر أنه حقيقة سليل جيش تحرير الوطني جاء بكل حماية الشعرة ولا قطر الدم وزيقت منذ سنة أنا مثال صبح الجزائرين يضرب بهم المثل في عدة دول حتى دولة تعتبر نفسها راقية أو تحضرة المطالب منتع الحراك كانت هذه هي كان أولاً توقيف مهزلة لأهداء الخمسة رفض تمديد لأهداء الرابعة سقوط كل الرؤوس لأدت لهذا الانهيار تعتدولة وأخلاقي ومحاسبة كل من استغلوا الاقتصاد الوطني لأغراضهم الشخصية وهم اليوم في السجون أغلبهم رأيهم في السجون ما تبقى هو ربما إعادة النظر في كيف يتسير هذا البلد الغالي مع أكبر مساحات ممكن من الحرية وحماية الحريات الخردية وكذلك توازن بالمؤسسات حتى لا تطغى مؤسسة على مؤسسة أخرى حتى لا ننزلق إلى الحكم الفردي والتسلط حادرنا على وشك الفصل فيه